ونكمل حلقتنا ولكن الأول هنطلع نشوف المؤتمر الصحفي كده مستر مارسل كودر والشدنياوي قالوا ايه ونرجع لحضراتكم نكمل حلقتنا نحن سعادية جدا بهذه المباراة سعادة ان احنا مباراة ببطولة ونهاية جيد ده اللي متعود عليه النادي الاهلي النادي الاهلي ما بيش بعش بطولات ودايما في كل بطولة بيدخلها طموح ان هو يحصل على البطولة وده بينتصف وينتصف معي انا كمان لان انا كمان دي من طبيعي ومن شخصيتي ان انا كل بطولة بيدخلها كل ماتش بيدخله وده نفس تقاليد وعدات النادي الاهلي اللي دايما بيطمح للفوز بأي بطولة بيدخلها حافظ الكل ما عندي وكل خبراتي من اجل اعداد الفريق وتحضير الفريق للمباراة والفوز بالمباراة والفوز بلاقب جديد مع النادي الاهلي في النهاية الاخرى او على الجنب الاخر فريق تيروميتس فريق قوي فريق محترم عنده دوافع كبيرة هو ما حصلش على اي القاب في تاريخه وده بيزيد من صعوبة المباراة ان هم عندهم دوافع للحصول على اول بطولة في تاريخهم هيدلقوا ان هم يبقوا عندهم دوافع كبيرة مع خدرتهم العالية وده هيبقى تحضير اللعيبة زي ان هم يبقوا عارفين صعوبة المباراة وخاصة مع دوافع للنادي فريق تيرين كبار جدا وعندهم مكانيات عالية ومكانيات فانية عالية ولعيبة على مستوى عالي جدا كل واحد فيهم بلعب ممكن كرة مختلفة شوية طريقة اللعب ممكن تكون مختلفة لما المهم بالنسبة لي هو احنا احنا بنلعب ازاي احنا هنقضي ازاي المنافس بدرسه عشان اعرف هو بيدافع زي بهازم ازاي وعلى اساس ده بحط الفطة بتاعتي او طريقة اللعب المناسبة للخصم لكن ما لاش علاقة اضعف او اكبر مش حقيقي خالص اه الكتين كبار وانا بحضر الفريق في رئيتي انا والتاني بقرر المهم بالنسبة لي انا واحنا بنلعب ازاي واحنا عندي اداءنا هيبقى ازاي في اليوم المباراة ازاي حالة نجاهزه نفسية ان هو يدى يلعب زل الانباء المترددة احنا بنحاول ان احنا بنساعده نفسية ان احنا بنوفره جوه من الجدوء ومن الرحل نفسية وهو مرتاح وبيلعب مرتاح كويس وبيتمرن كويس اه بيحصل كل شوية اخبار اقاف مش اقاف حيلعب مش حيلعب فاحنا بنحاول ان احنا بنريحه ونحاول نفسية ونقوله ان هو يركز في كلمرين وركز اداءه وهو ده اهم حاجة وهو قدر لغاية دلوقتي لهم كل الصعوبات اللي هو بيواجهها الفترة الاخرانية قدر ان هو يبصل وان هو يتمرن كويس كل مباراة بيضاء طبعا بحب اشكر طبعا الاول دورة الامارات الشقيقية طبعا على الاستقبال وعلى الحاجة احنا بنكون موصولين جدا من كنادي احلي بنيجين العابينات في دورة الامارات باول حاجة التانية حاجة طبعا المباراة طبعا احنا عارفين ان هي مباراة دكتورة واللعابة مركزة احنا زي ما اكدش قال احنا اي نادل احنا متعود على اي مباراة بنجيب العابة بيشبعش والبطولات احنا عندنا بطولة بكرة ان شاء الله احنا مركزين في المباراة واللي عيو كلها نحضرنا نفسها المباراة ومركزين ونحضرين بشكل كويس المباراة وربنا يكرم اللي تعاني وصلتوا ان شاء الله احنا على طول متعودين احنا نكون موجودين هنا في السوبر المسرق اعطول في البطولات واحنا زي ما قلت حضرتك احنا كان هدئ اهلي يبقى موصلتين جدا موجودين في الدورة الامارات طبعا احنا نلعب تلوقتي اخص تانى النادي بيرامس طبعا من الفرعة القوية في الدورة المصري واحنا لسا لعبينهم من كوتش الاساس لسا لعبينهم من قريب في الدورة وبالكاس اكيد طبعا الاسلوب ده بيرجع للجهاز الفني واللي بنحضر بشكل كويس مع الجهاز الفني ونلعب الاسلوب الكلام اللي بيقولوا مع انا واحنا نحضر بشكل كويس مع يومنس يعني من نفس التعليمات يقدر بنقدر في الملعب الاسلوب طبعا مع الجهاز الفني مش معها طبعا احنا بس نحضر للمباراة بشكل كويس والله كلها الحمد لله ركزة في المباراة احنا بنيجي نلعب عن مكان اي مباراة من نشوفش مين الخصم احنا نحترم اي تلقى كبيرة صفيرة من نجعه بالاسم احنا ننضعه بالمباراة بجائعة وبتركيز المباراة بجائعة زي ما شوفنا يعني كلام مستر كولر وكلام محمد الشناوي ومستر كولر اول بطولة خدكت في الامارات ويعني عارف الاجواء هناك كويس جدا اشتركوا في القناة